فككت الفرق الهندسية للقوات المشتركة والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن في محيط مطار الحديدة غربي البلاد ونفذت الفرق الهندسية عملية مسح ميدانية لمناطق جنوب وغرب مطار الحديدة وعثرت على عشرات الألغام والعبوات الناسفة مختلفة الأشكال والأحجام وفككتها بنجاحة وجاءت العملية في إطار حرص القوات المشتركة على حياة المدنيين وسلامتهم وتأمين مناطق الساحل الغربي التي تعد من أكثر مناطق اليمن المليئة بحقول الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي